السلام عليكم واهلا وسهلا ومحبا بكم اصدقائي مجددا في هذا الفيديو في هذا الفيديو سيعني اشارك معك بعض الامور التي ستساعدك في كسب اول دولار من الانترنت. اذا حلقة اليوم ستكون مخصصة حول موقع يعني كان هناك غيب. لم نستطع يعني في هذه الفترة ان نقوم بانشاء اي فيديو. اه لم اضع يعني اي فيديوهات اخرى. لم اضع يعني شروحات. اه لم اروج لي العروض السركة التي كنت اعمل معها. كانت هناك ظروف صحية. لا احتاج يعني الى ان اشارك معك كل هذه المعلومات. فقط. كل ما ساشاركه معك في هذه الحلقة. هو كيف تشتغل على موقع سي بويلد. اذا في هذه الحلقة سأشارك معك بنا صفحة وبوض احترافية على منصة بلوغر. الاستضافة المجانية والضومين من طبعة الحل. شرحت لك كيف تشتري الدومين ويكون دومين احترافي. اشترينا دومين. وقمنا بشراء دومين. يعني يشابه دومين لموقع اخر. وهذا الموقع يشتغل بشكل زياد. وشارينا الدومين. يشابه هذا الدومين. لم نشتري الدومين نفسه بان كوم. لكن اشترينا دومين سي او يعني دوت كو. اذا كما تلاحظ هنا معي. هنا ستظهر لك بعد. ارباح هي ليست ارباح بل هي ارباح الافيليات. او الريفيرين الذين يشتغلون معي. اه من الفيديوهات التي شرحت معهم سابقا تسجلوا وبدأوا الاشتغال بشكل جيد. اذا هنا كيف سنقوم بانشاء صفحة الهوبوت. اول شيء كما تلاحظ هنا اننا قمنا بانشاء منصة بلوغر وهذا هو الدومين الذي سنشتغل عليه. يعني اه اكس اي دي برو دوت سي او. وهنا سيكون رابط التوجيه الذي سيتوجه اليه العميل هو هذا الرابط يعني من موقع اخر. اذا نحن بحثنا في فوجدنا ان هذا الدومين الذي هو دوت سي او لا زال متاح فاقمنا بشير ايه. وقمنا بشكل هذا الموقع الذي يقوم بالخدمة الاصلية. الذي هو اكس اي دي برو دوت كوم. والموقع التالي الذي اكس اي دوت يو اس فهو تابع لهذا الموقع. لماذا? لان اذا نقرنا هنا. عفوا ساقوم باغلاق هذه. اذا نقرنا هنا. ستجد انه دوليو دوليو اكس اي دي برو دوت يو اس. اذا اذا نقرنا عليه سيقوم بتوجيه هنا الى هذا الموقع. الان كيف سنقوم ببناء صفحة الهوبوت الخاصة هناك فرق بين وصفحة الهوبوت. اول شيء. اول شيء يجبلك ان تقوم به. بعد التسجيل في موقع ستلاحظ ان هذا هو الداشبورد. هذه هي الاربح الاسبوعية. انا لم اشتغل. لذلك لسا هناك ارباح ولكن هذه ارباح بعد الرفيرات هنا. اه هنا ستجد وهنا التحويلات وهنا وهنا يعني الربح من اه او يعني عدد النقارات. اذا كان عدد النقارات مرتفع ولا تأتيك ارباح مثلا فهنا يكون منخفض. اما اذا كان يعني كما نقول كانت يعني اه نقرة واحدة وليد واحد والنتج مثلا هو واحد دولار فستجد كذلك في واحد دولار. لكن اذا كان هناك نقارتين وليد او تحويلة واحدة وفي واحد دولار ستجد هنا يعني انه ينزل كل مكانة النقارات بدون جدوى او بدون فائدة. اذا هذا الامر سبق وشرحته في حلقات اخرى وهناك ضولة يعني قمت بانشائها. اول شيء اجبالي كانت تتواجه اليه هو الكنتينت لوكر. كونتينت لوكر وتأتي الى هنا. بعد ان تقوم بالتواجه الى هذه الصفحة. سيقوم بتوجيهك الى هذه الخيارات هنا. هنا سنقر وتختار ما تريد. human verification. i frame custom button locker. mobile install apps. visual editor buy prime. او blank custom. اذا مثلا انا ساختار مثلا human verification. عندما تختار هذا الخيار تقوم بالنزول الى الاسفل. هنا لاحظ ما اول شيء. modification name. يمكنك ان تقوم باضافة name. اقوم مثلا باسم تسميتي x id pro. هكذا. هذا هو الاسم. تاني شيء هنا. لاحظ معي prime colors. يمكنك هنا ان تقوم باضافة اللون الذي تريد. يعني اذا توجهت الى الفوتوشوب او من هنا. لاحظ ما ان هناك الوان. يعني تظهر معك. مثلا هنا اذا قم لابس تنزيل هذا السهم الى هنا. سيعود اللون الى الاخضر. اذا سنتركه بهذا اللون. title colors. يعني title هو الان والذي سيظهر في اللوكر باللون الاسود. والفوتر كذلك. والتايتل فوتر اريل. وكذلك اللوكر ايكم. اذا. نتوجه نحن الى الاسفل. سنترك هذا offers. اه box title surveys. يعني اكمال استطلاع. اه. content locker title human verification required. يعني verification required. ربما يمكنني ان اقوم بحذف اه human واترك verification required. يعني مطلوب التحقق. اذا ما يهمونا نحن في هذا المكان هنا هو ال redirect url. اذا ولاحظ ما هنا. they call on offers complete redirect url. هنا في هذا المكان ساقوم بوضع هذا الرابط. يعني بعد ان يقوم العميل باكمال العرض. سيتوجه الى هذا الرابط. لاحظ ما هنا ساقوم باضافته بدل google.com هنا. يعتقد كمسال فقط. اقوم بوضع هذا الرابط. ساترك الخيارات كما هي. لن اغير اي شيء. اه 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 اترك كل هذه الخيار ساقوم هنا بالنقر على save setting او save and preview ليظهر معي اللوكر. لاحظ ما اذا ها هو كما قلنا اللون اخضر. اه. يعني هذا هو اللوكر الذي قمنا باضافته. تمام? اتمنى ان تكون قد وصلت الفكرة. الان قمنا بانشاء اللوكر. سنقوم مرة اخرى بالنقر هنا على save setting. اوكي تمت العملية بنجاح. كيف يعني سنشتغل? سنشتغل على المدونة التي قمنا بانشائها والضوميل الذي قمنا بشرائه من موقع وقمنا بربطه مع بلوكر. وكذلك قمنا بوضع وقمنا بشرح كيف يمكنك ان تقوم بتوجيه الضوميل بدون وكل هذه الامور. اذا هنا سنقوم مرة اخرى بالعودة الى الداشبورد بهذه الطريقة بعدها انشاء اللوكر. سنقوم بالعودة الى الداشبورد هناك بعض الصفاحات. اذا نزلنا الى هنا. لاحظ ما هي هنا في هذا المكان هنا لدينا بعض الصفحات. هناك صفحات كثيرة. لاحظ ما هي هنا فقط يعني الاتصال لذلك لا تظهر بعض هنا. لكن فهناك صفحات. صفحات جيدة يمكن. نحن سنشتغل بهذه الصفحة. اذا. وهناك كذلك صفحات اخر. يمكنك ان تقوم بالنقل على setup وتبدأ بالتعديل عليها ويمكنك مشاهدة شواء من هذا المكان. كما انه ولديك خيار ان تبحث على صفحة معينة من هنا. مثلا اذا قلنا بباب جي. صفحة خاصة بباب جي. نرحل معي هنا اذا نقرت على آآ ستظهر معي الصفحة الخاصة بباب جي. ما احتاجه انا ليس هذا. بل احتاج انا الى تعديل صفحة خاصة بي. لا اريد ان آآ اقوم يعني بالحصول على هذه الصفحات لانها موجودة بالفعل وبالتالي فالكل يستعملها لذلك ساقوم بانشاء الصفحة التي اريد او اقوم بالتعديل عليها. اذا هنا ساختار مثلا هذه الصفحة. هذه الصفحة لاحظ ما هنا ساقوم بالنقر على setup template. يمكنك مشاهدة شواء بالنقر على preview. بعد ان تقوم بالنقر على setup template. اول شيء ستجد هنا. content locker. تنقر عليها هكذا. وتظهر معنا ال locker الذي قمنا بانشائها هو كما قمنا بتسميتي. سنقوم بالنقر عليه مرة اخرى هنا. سنقوم باختياره مرة اخرى. اذا نأتي الى التعديل. هنا لديك الصور. صور العرض التي تهدد مثلا وضعها. يعني هناك عرض كثيرة. موجودة في الموقع مثلا امازون جوجل بلاي. كل هذه الصور يمكنك ان تقوم بانشاء صور اخرى جديدة. انا ساترك الخيارات كما هي فقط ما ساكتفي به الان في هذه الحلقة حتى يكون شرح سريع. هو ان اعطيك يعني كيف يمكنك ان تقوم بانشاء صفحة هبوط احترافية. سنقوم بالنزول. مئتين وثلاثون مئة وستون سايز يعني العرض وكذا. اه هنا ايميج لوغو. يعني هنا الايميج لوغو يعني اللوغو الذي سيظهر على الصفحة. ننزل الى الاسفل. او نختار مثلا اللوغو. نقوم هنا بنقل على upload. سنختار اللوغو. انا هنا وضعته على سطح المكتب. ها هو اللوغو. او اوبن. سليكت. يظهر معك هنا. اه تاني شيء الذي كهنا. تايتل. بليز سليكت اكفت كارد. ساترك هذا تايتل فقط. اه تايتل هنا كذلك. يعني العرض هو اه كيفت كارد كيفواي. اه هناك امور اخرى ساتركها كما هي. يعني انا احتاج هذه الصفحة هكذا. ساقوم بالنقع على save and preview. لاحظ ماهي. بعد ان ظهرت معي الصفحة هكذا. ظهر معي اللوغو هكذا بهذه الطريقة. وهذه هي الامور او الصور التي يمكنك ان تقوم بتغييرها. سنتوجه نحن الى الصفحة لنراها يعني على المتصفح. اه متصفح الويب. اذا هنا اذا اردت ان تشاهد الصفحة على متصفح الويب. كل ما عليك هو ان تأتي الى هذا المكان هنا. نيو تايب. لاحظ ماهي هنا. ذلك النيو تايب. انقر عليها. بعد ان تنقر عليها هكذا تظهر معك الصفحة. يعني كل هذه الصور واتي الامور كما سبق وقلت. انه يمكنك ان تقوم بانشاء صور خاصة بك فقط. اه تنقر من هذا المكان هنا وتقوم بالنقل على حتى تستعرف على حجم الصور التي يجب عليك ان تقوم بانشائها. بعد ان تقوم بهذه الخطوة هكذا. الان يعني الطريقة سهلة وبسيطة. ساترك لك هذا الكود. هذا الكود سيمكن يمكنك من اه ان تقوم بانشاء. ليس هذا الكود عفوا. اه ساقوم بالبحث عن الكود هنا. تاكس فايل. نعم ساقوم فقط بالبحث. نعم هذا الكود هو صغير جدا. تقوم بنسخه. سا اتركوا اللاكن في اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. يعني في التسكريبشن. تقوم بنسخه وتستواجه الى مدونة بلوغر. تستواجه الى ليلة هنا ثم تنقر على هذا السام ثم تأتي الى ايدت ايتش ايميل. بعدها تقوم بالتوجه الى ايدت ايتش ايميل. تنقر هنا في الفراغ. ثم من حرف كيبورد كونترول اي. تقوم بنسخ الكل. او تنقر على سيلكت و سيلكت اول ثم يعني تقوم بحفف الكود. تأتي هنا وتقوم بوضع الكود. كولي. الان اذا توجهنا الى المدونة قبل حفظ يعني هذا الكود. اذا توجهنا الى المدونة لاحظ انها يعني بهذا الشكل. اذا بعد حفظ الكود هكذا سنقوم بحفظه. نعم ابدات ساكسفال. اذا توجهنا مرة اخرى وقمنا بسدوها الصفحة. لاحظ ماذا سيحصل. ستشبه المدونة فارغة. ومن طبع الحال لدينا الضم الذي سبق وذكرت لك كيف يمكنك ان تقوم بربطه وكل هذه الامور. اذا الان لدينا الصفحة. اعود مرة اخرى من هنا ثم اتوجه الى لاي اوت او تخصيص. بعد ان تتوجه الى المكان هنا تأتي الى الصفحة هكذا وتقوم بالنقر على زر الفأراء الايمن. ثم تنقر هنا على افيشي لو كود سوخس دولار بيش. ثم بعد ذلك تقوم بنسخ هذا الكود بشكل كامل. من الاول الى الاخير. لا يجب ان تنسى اي اه شيء من هذا الكود. تقوم بنسخه. كابي. ثم تعود الى هنا. ثم تأتي الى هذا المكان كما قلنا في اللي اوش. ثم هنا تنقر على ادت غادجت. اغادجت. ثم تختار ايتش تياميل جافا سكريبت. وتقوم بلسق الكود الخاص بك هنا. ثم سعيف. بعد ان تقوم بهذه العملية تعود مرة اخرى هنا نقوم بتلوير الصفحة. هاي الصفحة هنا. جاهزة. واحد ما هنا. لديك يمكنك ان تقوم اذا اردت مسلا تتعديل على هذا الامر. تقوم فقط بالتعليم عليه. تتوجه الى هنا. مرة اخرى الى هذا المكان. تنقر فقط هنا. وبالنقر على لوحة المفاتيح اه كونترول اف. تظهر معك هذه الواجهة. تقوم بلسق المعلومة. وستظهر معك المكان الذي تبحث عليه. مثلا هذه الجملة لا اريد ان تظهر مسلا في المدونة. ساقوم بحد فيها فقط. ثم اقوم بالنقر مرة اخرى على سيف. ثم ساعود الى الصفحة الخاصة باقوم بتدوير الصفحة. نعم. قد ذهب كل الامر هنا. ويمكنك هنا في هذا المكان هذا مثلا. اذا كنت تريد مثلا تعديل على مرة اخرى مثلا في هذا العنوان. يمكنك ان تتوجه مرة اخرى. تنقر على ايدات. ثم تنقر في الفراغ هنا. ثم كونترول اف على الكيبورد. تلسق يعني الامر وتأتي الى هنا. وتقوم مثلا بتسميته. ما تريد مثلا تسمي مثلا. على سبيل الميتر. كميتل. اوفرز جافت. سنقوم بحفظها. حتى نستطيع تغييرها. اوفرز جافت. نعود الى هنا. تدوير الصفحة. ضحة ما يظهرش معي هنا. اوفرز جافت. اذا انا لا احتاج الى هذا الامر هنا بل ساعود وقوم بوضع الامر بشكل جيد. مرة اخرى. كونترول اف. وساكتب الامر الذي قمت بتعديله. اوفرز جافت. ها هو قد ظهر معي في هذا المكان هنا. لذلك ساقوم باعادة مكانة سابقا. اي انني سا اضع هنا. هذا الخيار وساقوم بغنق هذا السكريبت حتى لا يكون هناك خطأ. ساقوم باغلاقه فقط. هكذا. نعم ثم هنا ساقوم بحفظه. ساقوم بحفظه. وسا ارى هل تم اصلاح الامر بشكل جيد. اذا كان يعني اه نعم. اذا كان هناك يعني هذا السكريبت يعني اه انت لا تحتاجه لذلك فهو يعني هنا مكرر. لذلك مرة اخرى ساقوم بنسخ كل بهذه الطريقة حتى السكريبت. اقوم بنسخه. اعود الى هنا. ايدت مرة اخرى. انقر في فراغ. ثم كونترول اف. ثم اقوم برسق المعلومة. ثم اقوم بحفظ هذا السكريبت. هنا. اقوم بحفظه. ثم اقوم بالنقل على save. وبهذه الطريقة اعود مرة اخرى ثم اقوم بتدوير الصفحة. نعم. تم ازالة ما لا نحتاجه. الان لاحظ معي. هناك عروض كثيرة. تظهر معك هنا. بالنسبة للكتابة هنا. اذا ارد تعديل عليها كذلك ممكن ان تقوم بنسخها. والتوجه الى هنا. ايدت مرة اخرى. ثم تنقر في الفراغ. ثم على الكيبوض او لوحة تحكم كونترول اف. ثم تقوم بنسخ الامر. اذا هنا مثلا لم يظهر معك الامر بشكل كامل. لكن يمكنك فقط ان تقوم بنسخ الكل لانه اذا قمت بوضع تقريبا كل كتابة لا تظهر لذلك. ستجدها هنا. لاحظ معي. اذا توجد الى هنا. ستجد. يعني اه حاول ان تقوم في بعض الاحيان. لا يظهر معك مثلا لكتابة اذا كانت طويلة جدا. فلذلك يجي فقط ان تكتشف مثلا الامور هنا وتقوم بتعديلها. ما تريد ان تقوم بتعديلها. اذا انا هنا ساقوم باضافة بارد تجاري او بارد يعني احترافي خاص به. هذا البارد ساقوم بامشأه في حلقة اخرى. واشرح لك كيف يمكنك ان يعني تستفيد من وضع البارد الالكتروني الخاص بك. كذلك يمكنك التعديل على كل الكتابات الموجودة. اذا اردت تعديل مسلا عن الكتابة يمكنك التعديل عليها. سنأشي مسلا الى طريقة عمل الصفحة. مسلا هنا الشخص عندما يتوجه الى الصفحة الخاصة بك. التي سبق وقمنا بشراء من نامشيب وقمنا برفضه مع بلوغر وكل هذه الامور. مسلا عندما ينقل العامل على العرض بهذه الطريقة. سينقر على العرض. سيبدأ سفحة الهوبط بعمل له جينيريت للكود الخاصة بالجفت كارد الخاصة بامازون وسينقره على بعد ان ينقر على لاحظ معي. هذا هو الذي قمنا بانشائه يعني في الاول. هنا يعطيه وهنا كما قلنا عندما ينقر على هذا المكان سيدهر ما هو عرض. اذا مسلا هنا عرض لي علي بابا. عندما ينقر على العرض. سيوجه الى الصفحة الموجود بها العرض حتى يستطيع اكمله لتربح انت من كل هذه الامر. وبعد ان ينتهي من العرض. فما الذي سيعني تقوم بتوجيهه له الصفحة? ستقوم بتوجيهه الى هذا الموقع في الاخر. الذي هو يحتاج له مثلا لتحميل كتاب او لشراء منتج او ليربح مثلا شدة الباب جي او يعني الخاص بالفريفاير وكل هذه الامور. هنا لماذا لم يفتح العرض? لانه من طبعة الحال فهو من الخاص بي. وبالتالي الشركة لا تقبل مثلا ان يفتح العرض من من الحساب الخاص بك. لذلك اذا قمت بفتحه في متصفح اخر من دول الحاسوب الخاص بي سيكون يعني يتم فتحه بامر سهل جدا. اذا وبهذه الطريقة تكون قد قمت بانشاء صفحة الوبوط الخاصة بك بشكل او يعني بنموذج احترافي. ويعني بعد البدء يعني في الاشتراف يعني النقارات بيتدهور معك في هذا المكان هنا والتحويلات. وكل امور الخاصة بك. اذا اتمنى ان اكون قد توفقت في شرح كيف يمكنك ان تقوم بانشاء صفحة الوبوط. يعني بشكل احترافي ووضعها فقط يعني على منصة بلوجر لانك لان تحتاج مسلا الى استضافة مثل الورد بريس وتحتاج مسلا الى لحماية موقعك مثلا. فهنا يعطيك بلوجر يعني بشكل مجاني لا تحتاج اليها وكذلك الاستضافة. كل ما عليك هو شراء طوامين وربطه بننصة بلوجر وتبدأ يعني بوضع صفحة الوبوط الخاصة بك. اذا كان هذا كل شيء اعزائي في الحلقة الاتية ان شاء الله ساقوم بصفح لك كيف يمكنك ان تقوم بانشاء بريد احترافي حتى تقوم باضافته واستقبال الرسائل وارسائل الرسائل بواسطة هذا البريد الاحترافي يعني سيكون باسم موقع هنا على سبيل المثال. سيكون البريد هو مسلا يمكنك ان تقوم بانشاء ما تريد لكن انا هنا سأعطيك فقط كمثال. سيكون مسلا كونتاكش. هكذا سيكون كونتاكش. ارو باس. اسم الموقع الخاص بك. يعني سيكون هذا هو بريد كالالالكتروني. اي بانه بريد احترافي وتجاري. ستقوم باضافته على الصفحة الوبوط الخاصة بك او الموقع الخاص بك. اذا هذا الموقع ان شاء الله سنشغل به على عدة امور. حتى اشرح لكم كيف يمكنك ان تقوم بانشاء مدوانة بلوجر او صفحة الوبوط. وكل ما تحتاجه للبدء في ترويج العروض. كان هذا كل شيء اصدقائي لا تنسوا التعمل. اشتراك في القناة. نقل على زر لايك. مشاركة ايضا. وكل الرابط ستجدوا اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.